نشرت نيابة العمل الدولة اليوم مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أوضحت من خلالها عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية عقوبة حيازة وتوزيع محررات ومطبوعات وتسجيلات بقصد إثارة خطاب الكراهية وفقاً للمادة الثانية عشر من المرسوم بقانون اتحاد رقم اثنان لسنة الفين وخمسة عشر في شأن مكافحة التمييز والكراهية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحرز أو حازم حرارات أو مطبوعات أو تسجيلات أو أفلاماً أو أشرطة أو إستوانات أو برامج الحاسب الآلي أو تطبيقات ذكية أو بيانات في المجال الإلكتروني أو أي مواد صناعية أو أي أشياء أخرى تتضمن إحدى طرق التعبير إذا كانت معدل التوزيع أو الاطلاع لغير عليها وذلك بقصد اصدراء المديان أو التمييز أو بسارة خطاب الكراهية كما يعاقب بذات العقوبة كل من أحرز أو حازم أي وسيلة خاصة بالطبع أو التسجيل أو الحفظ أو الإذاعة أو المشاهدة أو النشر أو البث أو الترويج نستخدمها في ارتكال العلم من الجرائم المنصوص علينا في هذا المرسوم بقانون مع علمه بذلك ترجمة نانسي قنقر